اشتركوا في القناة ونحن لا نعتقد ان ما يجري هذا اليوم هو عملا صحيحا ولم تلتزم المفوضية بما امرت به الهيئة القضائية لذا قدم ائتلاف دولة القانون صباح هذا اليوم شكوى جديدة الى الهيئة القضائية للانتخابات مبينين ان المفوضية مصر على ان لا تكون هذه النتائج معبرة عن ارادة الناخب العراقي في يوم سبعة ثلاثة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وقد بدأت عملية اعادة العد والفرز صباح هذا اليوم وتما وضعها بصورة منظمة الغاية وهذا اعادة التأكيد وتطمين للناخب العراقي بأن صوته صوت يحترم وبعدها ايضاً اهم انا اهمام الصباح المفوضية وضعت الاجراءات بموجب القرار أو قرار المحكمة التمييزية وقرار المحكمة التمييزية يؤكد على ضرورة إعادة العدل والفرز لأوراق الاغتراع في المحطات الملغية وفي جزء آخر أيضا يتحدث طبعا ليست فقط في المحطات المطعونة فيها إنما لكل محافظة بغداد اشتركوا في القناة